السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبي قناة التعليمية في هذا الفيديو سنتعرف على نص التحديات المائية في القرن الواحد والعشرين شبكة الكلمة سوف نحدد شبكة كلمة التلوث فهناك مجموعة من المرادفات لها كالنفايات المخلفات مرافق صحية المياه العادمة يعني جميع المفضلات التي عندها علاقة بالتلوث معنى الكلمة نذرة وتعني نقص متطلبات حاجيات نفايات مخلفات ضد الكلمات ملوثة ضدها نظيفة النقص جاء في النص التزايد سيرتفع أيضا جاء في النص ستخفض أضع علامة أمام الجواب الصحيح توضيح سؤال رقم 4 تزايد السكان وعدم استهلاك المياه عدم تزايد السكان وتزايد استهلاك المياه تزايد السكان وتزايد استهلاك المياه النقص جاء في المياه العذبة هناك اختياران الاختيار الأول هو تلبية الحاجات الخاصة بالأنشطة المختلفة للإنسان والاختيار الثاني هو المخلفات التي تنتجها الأنشطة الإنسانية خامسا سببين لنقص المياه العذبة إذن عندنا هذا الجدول السبب الأول هو ازدياد نسبة السكان النتيجة انخفاض حصة الفرد من المياه السبب الثاني مخلفات ونفايات أنشطة الإنسان النتيجة ارتفاع نسبة المياه الملوثة سادسا اقترح بعض الحلول لمواجهة التحديات إذن بنسبة التحدي الأول التزايد السكاني الحل الذي اقترحناه هو محاولة تنظيم تزايد السكان السريع والسيطرة عليه التحدي الثاني هو الأنشطة الإنسانية يعني الحل المقترح هو تنظيم هذه الأنشطة الإنسانية لتكون صديقة للبيئة يعني غير مدرة للبيئة ثالثا التحدي الثاني هو توفير المياه العذبة الحل الذي اقترحناه هو ترشيد استهلاك المياه في الاستعمالات اليومية سواء في المنازل أو المزارع أو المرافق العمومية وبالتوفيق لكم إن شاء الله